ممثلون عن 54 دولة يجتمعون في إسطنبول التركية للبحث مجددا في سبل مساعدة صومال الذي تمزقه واحدة من أطول حروب القارة السمراء يتطلع العديد من الصوماليين إلى مؤتمر إسطنبول باهتمام بالغ غير أن السفير التركي لدى مقدشو الذي أخذت بلاده زمام المبادرة لعادة أعمار الصومال المضطرب يرى أن على الدول المانحة أن تأتي للعمل مباشرة في الصومال بدلا عن تقديم المساعدة عبر الوكالات الدولية البلدان المانحة الأخرى تعطي الأموال لوكالات الأمم المتحدة وهذه تعمل من نيروبي وتستأجر متعاقدين لتقديم المساعدات المفترض فيها إعانة الصوماليين ولكن وفقا للصوماليين فهم لا يتسلمون من المساعدات ما يتناسب مع حجم الأموال المرصودة لدعم الصومال الرأي نفسه يشترك فيه كثير من الصوماليين أيضا حقا لا أعرف لماذا لا تأتي وكالات الإغاثة الأخرى للعمل على الأرض أحيانا بعض الحكومات تقول إنها ستساعد شعبنا لكننا لا نرى أثرا لها في الصومال تركيا تختلف عن بقية الحكومات لأنها عندما تقول إنها ستساعدنا فإننا نرى ذلك بأم أعيننا وعلى الرغم من الدعم الدولي الواسع النطاق للحكومة الصومالية سياسيا على الأقل فالصومال لا يزال يواجه أزمة غذائية طاحنة كما أن مسلح حركة الشباب المجاهدين المتطرفة لا يزالون يشكلون تهديدا جديا لتلك الحكومة الهشة على الرغم من الإسناد العسكري القوي الذي تحصل عليه قواته الأمنية من قبل قوات حفظ السلام الإفريقية بل وحتى من قبل الجيشين الإثيوبي والكيني الذين ما برحت قواتهما تتوغل بين الحين والآخر في عمق الأراضي الصومالية لملاحقة مسلح الشباب أنور العنسي بي بي سي